على الإطار أولا أن يتراجع خطوتين الصدر تراجع خطوة وعلى الإطار أن يتراجع خطوتين الآن هذه رقم واحد رقم اثنين عليهم الآن أن يكونوا واثقين أنه لا استقرار مهما أدعوا إلا بتحديد موعد لانتخابات مبكرة قبل أن يتكلموا على تشكيل حكومة أو تمديد لفترة أي حكومة عليهم أن يقدموا للصدر ولأتباعه قرار واضح أنه هم ذاهبين إلى انتخابات مبكرة خلال سنة أو سنة ونصف على أبعد تقدير هذه واحد أماهم ثلاث خيارات الآن يأما يتوافق مع السيد الصدر على أن يمددوا لحكومة السيد الكاظمي وأما أن يجدوا طريقة لإقناع الصدر بعدم الاعتراب على مرشحهم السيد محمد الشاعي السوداني أو يأتوا بحل جديد ثالث ومرشح جديد ثالث أنا من وجهة نظري المرشح الثالث إذا فشلت المرحلة الأولى وهي التمديد إلى السيد الكاظمي وإذا لم يستطيعوا إقناع السيد الصدر بالموافقة على السيد محمد الشاعي السوداني وهو خيار جيد أعتقد الحل الوحيد أمام الإطار في الخروج من عنق الزجاجة وبأسرع وقت هو تقديم السيد هاد العامري لرئاسة حكومة مؤقتة تستمر لمدة سنة وتعلن من بدايتها أنها حكومة لإجراء بعض التعديلات القانونية وإجراء انتخابات مبكرة لأنه الوحيد الآن في الإطار الذي يثق فيه الذي يثق فيه السيد الصدر أبدا مستقر ما راح يفيدنا وجربنا المستقلين وما راح يكون إلى قرار وراح يخلي الأوضاع من سيء إلى أسوأ زياد إحنا وصلنا الآن إلى نقطة اللاعودة ما عادت لدينا مشكلة سياسية ما عادت لدينا مشكلة الخدمات إحنا اليوم بلد على شفاء حرب أهلية